محمد هاني ماشي بشكل بصراحة رائع مبهر ما شاء الله لك وتعالى بالله خلال فتر فاتح كباك رايت بس مين اللي كان بيلعب جنبه؟ كان بيلعب مثلا ياسر وكان بيلعب عبد المنعم وكان بيلعب متولي بساعد من المنعم الخبرات بتاعت اللعيبة دي موجودة بتديك ثقة ان انت تقدر تشارك كويس وبتقدر تأدي كويس لانا كنت متطمم في الحتة الدفاعية حتى لو انا مثلا هتقدمت شوي فانا عارف مثلا ان ياسر ابراهيم او محمد عبد المنعم هيغطي وراي فلما بلاقي ان العناصر الاساسي دي مش موجودة برضو بتخلي بتخلي التركيز بتاعك يعني بتخاف شوي طب وهنا في جزئي بقى مهمة طب مين اللي حيلعب جنب رامي الربيع انا بتوقع ان هيلعب ايمان اشرف ايمان اشرف ايمان اشرف ايمان اشرف ترانو العفش اتوقع هو الاقرب الاقرب انه هيكون محمد هاني اسدي حتته خلي بقى محمد هاني لعب كتير كمساك مع كابتن حسام البدري اكيد انت فاكرة كابتن هتبقى صعب شوي انا دايما بحب لعب مجاسفة جامدة انا بحب دايما بقى مجاسفة جامدة لا لا بقى له كتير ما بلعبش كمصاب وبعدك رجع وتدخش تدريبات برضو لعب محمد هاني في الحتة المساك برضو مجاسفة مجاسفة اه طبعا انا دايما بحب عندكش انا دي من وجهة ناظر انا مجاسفة 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 يعني طب يبقى حلها ايه على حال صباقها اقولك فكرة ممكن حمد يرجع ورا ممكن اه كان بيعملها في الثلاثة اه كان بيعملها في الثلاثة ام سماني هو بلعبها كويس جدا بلعبها كويس جدا وبيعرف يطلع بالكورة صح اوي فدي ممكن تبقى حمد بس انا بقولك الاقرب ان انا حيبقى مسك جنب ربيعة وخلي بالك بقى في مجاسفة تانية خالد عبد الفتاح لعب عشر ده بس المطش اللي فت ومطش كمه احتمال يبتدي اساسي انت مع الاتجاه ده او مع الفكرة دي هتبقى صعب هتبقى صعب يعني مش عايز برضو ايه اواصل موضوع ان ان صعب لا بس هيقبلك مشكلة خصوص كمان مباراة اهل والزمالك دي الخطأ من ناحية الزمالك او من ناحية الهل اللي بتقدر تستغل الاخطاء هي دي المباراة الاهل والزمالك اللي بستغل الخطأ التاني هو اللي بيكسب المباراة فلو بالشكل ده في مجاسفة جندا جدا طيب كابتن محمد صلاح انت مدرب كبير وراجل لك تاريخ كبير جدا جدا في الحقيقة اكيد مطش زي ده مطش مهم جدا بالنسبة النادي الزمالك بعد التعصرات الاخيرة لو انت المدير الفني لو انت المدير الفني دلوقتي النادي الزمالك ايه الرسائل اللي حتوجهها اللي عيب ينادي الزمالك قبل المطش ده في الظروف الحالية في المرحلة الحالية احنا خسرنا بطولة اه لها كاس مصر بقى ايه؟ خلي بقى قابليها سوبر وقابليها سوبر اللي هو بتاع الصعادية اه الهلال يبقى عندك دوري وايه تاني بطولة افريقية خليها في الدوري هنطلع يعني من غير بطولة فالبطولة دي فيها اه فيها عدد كم كبير من المباريات بس ده قولها انا بقول لحظوك اذا الزمالك اللي قدر خسر هتحزم شاكل كتير جدا جوا النادي اهلي وده طبعا دي بطولة الوحدية تخسران كاس سوبر اللي فات ايه اللي انت بقى هتجيبه فالضغط كله يعني انا مش عايزة اللعبك خليك تلعب بضغط انت اخسرت مرش بيرمتس من فضلك ارجع تاني وهي تقرب الجمهير ليك وخاصة زي ما كابرهيم قال اللي علمه ضغط شيكا زيزو التعديل بقى زي ما اقول لحركة هي صراعة بكرة بين خطين دفاع